ربنا يشفيك ويعافيك الساعة مش مجنود أنا مش هدخل مصحة له عمال انت عايز ايه؟ عايز اشتغل عايز اروح اشتري الارض وازبط كل حاجة وقف على اول ارض واجري لاتما اجيبها خيرا ها؟ وبعدين وابقى وبعدين ادخل مصحة هتعالج عبا زي الفن ما انفعش يا فتحي دول لو حسوا هناك انك مش طبيعي كل الاتفاقيات هتبوز وبعدين دول امريكال ما بيعزدروش في الحاجات دي زبط كده يا فتح انت لازم تتعالج الاول وبعدين تشتغل زي ما انت عايز خلاص خلاص على بركة الله يبقى احنا نجهز نفسنا وفي نفس الوقت يكون الحاج فتحي خلص كل الوراه عشان ما يسيبش حاجة متعلقة وبعد كده نتوكل على الله على بركة الله حاج توفيه كله بأمر معاليك ردوان انت هذا ردوان عنايا يا حاج هتروحات الاكل بسرعة ولا يلا بسرعة اللي عصري البطني مش بتصاوصاو دي بتنهق بتنهق ما تتحك يا ردوان ما تتحك يا ردوان ما تتحك يا ردوان حاشدني دهكتك يا بدي الكلمة ألف باركة يا خويا يعلم ربنا انا اكتر واحدة نفسي ربنا يتوب عليك من الهباب ده ان شاء الله هيتوب ان شاء الله طبعا انا رجلي على رجلك في السفرية دي انا فهمي بيه بس هنروح لوحدنا وهو فهمي بيه ده ما بيكشفش على حريم ولا ايه ارحمين يا بدري انا اضعبان اوي اوي طب خلاص لو مش هسفر معاك اروح مكانا اه فيين الشركة ما هو ياما سفر معاك وراعيك يروح الشركة وراي مصالحك اختارلك مراعية من الاتنيد يا دي يا دي لا دي ولا دي لا دي طب ايه قولك بقى ان الاستاذ وحيد تعالى بخلى الفار يلعب في عبي من ناحية اخوتك اكتر واكتر ايه انا اقلمك اقلمني اقلمي عشان انبهك وافطمك واخلي بالي منك ومن مصالحك ومن فلوسك اللي هي فلوسي ولا انت ناسي من فلوسك هي فلوسي وفلوس عيالي ما انسيتش ما انسيتش بس انت اصراحة اعملي ايه لو اتعرف تقري ورق لو اتمدرى الشيكات مش حمضي على شيكات اه بس ما قراش ورق ليه ابص بس وماليش دعوة على الاقل يبقوا عارفين ان فيه عين عليهم عشان لو فقروا يعملوا حاجة كده ولا كده وانت مسافر اخواتي وامرهم ما اعملوا فيها حاجة اخواتي بيحبوني يا سيدي احتياطي مش هتخسر حاجة حرّص ولا تخوّن بقولك يا حاجة فتح انا كنت عايزة اسألك على حاجة انا قاسف متأسف جدا استنى أفندي هو انت ازاي تدخل من غير ما تخبط كده انا قاسف الحاجة اصلا معودني ادخل عليه من غير مخبط وانا كنت عايزة في موضوع كده يعني حاجة ضروري فدخلت من دفعة انا اسف كنت عايزة الحاجة فتحي في ايه؟ شغل هو حضرتك بتشتغل عندنا؟ ايوا يا فرنة وبتشتغل ايه بقى؟ اه علاقات عامة علاقات عامة؟ هايل ومكتبك فين؟ فوق مكتب الحاجة فتحي واسمك؟ ماجد فهمي خالي ماجد؟ عارف انا مين يا ماجد؟ والله محصليش الشرف انا مادام بدريحة اهلا وسهلا مادام الحاج فتحي الريان؟ اهلا بيك يا فاندي رايح يا حاج رايح رايح بالراحة بالراحة ان شاء الله الجسمي واجعني بالراحة بالراحة ألف السلام عليك يا حاج ألف السلام انا ان شاء الله هسفر نهارده وهي يا طبق تيجي مؤقتا كده لغاية ماجي اللي تشوفوا انت يا حاج احنا اهم حاجة عندنا راحتك والله انت بس ان شاء الله تسافر وترجع علينا وانت زي الفل اي حاجة بعد كده مقدور عليها طيب وان شاء الله يا حاج رجوعها هيبقى مشروط بعدم تدخلها في الشغل تيجي ضيفة اهلا وسهلا معززة مكرمة على دماغنا من فوق شغل؟ لا طيب هيبقى بعدتها في البيت احسن يا ري هي ما تبقاش قوي كده ولا قوي كده يا حاج يعني بلاش بس هي تسأل كتير وما تعملش اي حاجة اللي ما ترجعلي او ترجع لها لا الله يباركلك ترجعلك انت مش عايز حد يرجعلي لاي لاي ان الله الله الغاني يا عم استاذينكوا دي او عم عجبك اخوك ما هو انت برضو حاجة فتحت موضوع كنا نكرينه وتقفل خلاص ماذا حصل؟ سبوني فلانا فيه سبوني فلانا فيه سبوني فلانا فيه معلش يا حاج معلش ان شاء الله هتخفه هتبقى زي الفل كمان ان شاء الله انت عبان اوه محمد الف السلام عليك انت عبان اوه انت فين يا حاجة؟ وانت مالة لا انا مالة دي تقولي هالي ان شاء الله لما يبقى جوزك هنا بالزنامة تقولي هالي وانت جوة بيتك تتكلمي مع اهلك في حاجة تخصك انما من الواضح انك عايزة اللي يدمك يا بدرية لي يا حبيبي شايفني مبعذقة؟ بتحترم نفسي انا بحترم نفسي كويس قوي ولولا اني بحترم نفسي ما كنتش جيت لحد هنا يا بدرية بس انا كمان بحترم غبت اخويا المريض اسمع بقى انت ملكش حكم علي اما انت بس دي ليك حكم علينا ما تخلناش نجرس الدنيا انت بس اللي من حقك تجرسينا وتفضحينا وتخلي سريتنا على كل لسان احمد لاخر مرة بقولك تلمي فيها نفسك احنا في الشارع شارع انا كنت فاكر نفسي قصة الشوارع انما انت بسم الله ما شاء الله يا حاجة بدرية طلعت يبور في سيرة الشوارع والدليل اوه انت حيوان ايش حيوان انا حمد رياني اوه وقسما بالله لو ما ارتجعت يا بدرية عن اللي بتعمليه لا تكون نهايتك على عيدي هتعتمش ناحية الشركة تاني ماشي يا حاجة والتعلمات تبقى واضحة وصريحة ما تدخلش يعني ما تدخلش واللي هيسمح لها بالدخول ارمي برا طب قفد يا حاجة عمت معهم مشكلة ولا شتمت حد ولا ضربتهم ما يستحملوها بقى يا سابت الليوة الله المهم ما يدخلوهاش وما يكلموش حد فينا اللي تشوفوه انا هتدي انا نفس الكلام ده من النهاردة من دلوقتي فور انا سمحت محالا يا حاجة امرك يا حاجة اذنك يا حاجة وعدين يا حمد هنعمل ايه مع الحاجة فتحة لما ييجي ده هتبقى ما تبح تبقى زي ما تبقى لما ييجي فتحة هتصرف معه طب ما تصدر له بوك يا سيدي لا لا اله الا الله انا مش عايز حد يتدخل في الموضوع ده غيري انا لما ييجي ان شاء الله هتخله جوه في المطار واجيبه وهزبط معه كل حاجة هتلقش انا هتعامل بدرية مسايك هو الحاجة احمد موجود خير يا بدرية مالك في ايه انا كويسة كويسة لا انت مش كويسة خالص ده انا عمري ما شفتك كده والحاجة احمد موجود يا سميحة ولا مش موجود اه موجود طب قولي له اني عاوزة درولي فيه حاجة يا اختي لا انا بس عاوزة في حاجة في الشغل حاضر هندهولك خير يا امرأة اخوي لا اله لله استغفر الله العظيم ما تعمليش كده يا بدرية حياتها يا هالي ولا موعة ربيه انا مجاني نم من اللي لتا وحسن انك معاك حقف كل اللي قلته وعملته فيه خلاص خلاص حصل خير حصل خير حصل خير الخير هو اللي انت عملته الخير انك تاخد بالك مني وتتسطر علي وتحميني من نفسي ومن شطانك لا اله الا الله لا اله الا الله شطانك هو الفلوس والشطحان وشطان الفلوس عامت زي ان اداها مايفرقش كتير يندهلك اسحاب القرار حد ما تروحي مكان ما هو عاوز وبعد كده تفوق تلاقي نفسي غرزة في الطين والوحلة لا انت اللي سحبتني من الطين والوحلة دول عشان ما نتعكش معاك في الطين اصلا 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 عليا اصلا عليا وما تفضحنيش ولو انت فاكر ان انا مش خايفة على فتح جوزي خاف انت على اخوك فتحي لو جي وهو فايل وعرف اللي حصل هتجيله ناكسة يقع منها وما يقومش بدرية ما تجننينيش يعني انت عايزة تفاهمين انت جاي لحد هنا علشان خايفة على شعور فتحي واحيات عيالي ما جابني خي كده ولما انت حسيسة كده عملت اللي بتأملي ده ليه من الاول بتخرج من بيتك من اصله ليه بتلفية على كازينوات وكبريهات ونوادي وماشي على حل شعرك كان ايه السبب غباوتك انك فهمت انك زكية قوي غباوتك فاهمتك انك واقدم مغفل من بيت مغفلين ما تعرفيش انك وايعتم عشوية صيح؟ يا لورده يا لورده هيبقى سوت فعلا لو مرتجعتيش عن اللي انت بتأملي ده يا بدرين اموزينواتك اموزينواتك خلاص 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 ابووسي ايدي كان اكفية للتأملي ده وومي شوفي هتعودي مع سميحة ولا تأملي ايه اذا كان عالصور محدش هيشوفك على شرط واحد اللي عملتيه مايتكررش تاني تحت اي ظرف والعمر هيحصل تاني قبل خلاص يا ربا يا مال الاختبار ماذا بخيرش على كروش الحمد لله راجع ساخ سليم ومركز أول الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا ربا هي دي الكريم ما يعيدها تاني أبدا الحمد لله ع السلامة حاج فتحك لا سلمك يا حمد بزمتك يا احمد يا بي بزمتك ونرده زمتك لو حطنا فتح توفيق جن بالحمد توفيق وسألنا أي حد بعد أي حد وقلنا له مين الأصغر في إيه حيقول إيه بزمتي أنا اه بزي بيدك انت لا لا انا انا الاصغر فيه انت اه لا يا احمد ما ما غزرتي ما اتكلم بجد يا اخي لا بالصراحة يعني الحاج الفاتحي كبير ما قام بس انا الاصغر اه اصلا مش مصدقني يا سيدي لا عفو يا حاج ازاي ما صدقش بس انت يعني عارف احنا بدي حب يلون في الكلام الله مش احب التوفيق هاجبه من بره يعني انه ما قولي يا حاج الفاتحي ايه المصحة دي اللي بترجع العجوز صبي والكبير صغير والوحش حلوة اوي كده لا 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 بتنكش عليها يا ابا هوا جهك لما ان احمد مهمنا على طول انت كمان فهمتنا فايش طبعا حاج عايز نقول ولا اسكت اه وتسكت ليه وإلا براحتك هيا مش لما نعرف هي مين دي اللي انت حتساعدنك عليها عشان انا واحمد نروح ناختبها لك يا اولاد توبيق صح لا صح حاجة فاتحي ما انجريش انا نفسي ومونعيني اعرف المصحة اللي انت روحتها دي واروحها اروح اعمل نص عمرة لأ نص عمرة هي اعمل عمرة كاملة عشان ارجع مية مية كده واناق بيت تكون صغرنة وحلوة وبنت بنود اتجوزها العب في عدات حياتي شوية واجوبوا استقبالي بقى بس دي يا عبا مسحة تأهين نفسي تأهين نفسي تأهين نفسك مش ده المهم انا ما يهمنيش الاسم يهمني الفعل المهم ايه اللي بتعمله في البريادة ببناك فيك شر المرض يا عبا دي انا شفت يومين اسود من قرن الخروب اوى الله خصوصا اول اسبوعين يا احمد كان كايني في سجن كل حاجة ممنوعة كل حاجة الا العياد انت كنت بتعيط يا فاتح ابني انت بعيط انا كنت بوالول زي النسوات دي انا كنت بجعر في المصحة امريكا دي كلها كت بتسمع صوتي هي اعراض لانسحاب كده يا فاتح تبقى اخطر مرحلة في علاج الادمان اه اه يا حمد ربنا يكفيك الشر انت كماني وربنا يسبتني وابعدني عنها هادر يا كريم ان شاء الله يا ابني بس اهم حاجة يا فاتح اهم حاجة ان انت ما توطرش نفسك وما تشدش عصابك انا عايزك على طول كده تبقى هادي وريق ازاي بس يا حاجة شغلاتنا دي لا تعرف روآن ولا هدوط احنا مع الطالع ومع النازل ايه عندك حق والله يا ابا بنرشق في الحيطة لو ساهم منهم رشق في الحيطة الحاج اللي بيشتعل في البورسة او الفلوس ده عمره ميروق ودايما شغل بيبقى على العصابك لا بقى الظهر ان انتوا عصابكوا بقت رهيفة قوي ايه انتوا كبرتوا عالشغلانا قال ايه يا ولاد توفيق او الله يا بقى انكم كبرتوا خلاص بقى سلموا الرايا للجيل الجديد الجيل الجديد قلبه ميت قلبه حديد يقدر يستحمل اكتر منكم يعني ايه يا ابا هنروح نجيب رجالة من برا نقولهم تعالوا استلموا نديهم خبرتنا وتفكيرنا وتركزنا لا طبعا ده احنا نسفينا الطراب يا ابا بنيجي نديهم كل ده عالجهز استغفر الله العظيم يا رب برا برا تيه يا دكتور معقولة برضو انا حقول نجيب ناس من برا انا بتكلم على لحمنا ودمنا بتكلم على اللي مننا بتكلم على خالد يا سلام يا ريت يا ريت بس هو هيبعد عنهم لا يا احمد لا الظلم حرام بدرية ملاهاش دخل هو الوادر يركب دماغه مش رادي ينزل معاه الشوكل ما عرفش ركبه عفريت ولا ايه الواد ده بيحب المهاشة مكتر مني كهان صح يا عمو كده؟ طب لو سمحت بقى ما تقولش يا واد اسمه توفيق وبعدين ده اسمه على اسم جد يا عمو فما ينفعش تقوله يا واد ممكن تقوله يتيفة ممكن تقولي يا طوفي 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 ايه وفنضام ايه بيت انا عايزة نطلع مش متدلع كده راجل زي خالد طب ايه يعني يا عمو ماما طوله عمرها بتدلعني بتقولي يا لودة لودة؟ اه لودة حتى انا كمان كنت بقوله يا لودة شوفت بقى يا سي محمد قاعدت الرجولة بتدلع وبعدين شو حد يبقى عنده ابن امر كده وما يدلعوش؟ خلاص بقى انا كمان ادلع بعد كده قولي لي ميدة فضلوا بقى ايه شي يا خلامي انتوا بقى مش ناوين تتدعانوا بتشدوا حالكم وتجيبوا لنا كده حتة عاي ليلعب مع ولاد خلاله هوا يعني كان بقى دينا يا بدرية لسه ربنا ما اعرضش قادر عن كل شيء ان شاء الله ان شاء الله بعدين يا ستة بدرية كل الولاد دول ولادنا وانا مستعدة اخليهم يقولولي يا بابا حبشي مش عمو حبشي وانا كمان هقولي عمتو مضيحة يا ماما يسلم بقك وقولك يا حبابتي تقريبا في حد بينادي عليك يا ستة بدرية مين اللي بينادي؟ الحاج فاتحي انتي مستمعها ولا ايه؟ لا مسمعتوش غريبة مع ان كلنا سمعناه انتي في حاجة في ودانك يا بدرية ولا ايه؟ سلامة ودانك الظهر ياختي بس انا مسمعتش حاجة يا ساميحة ولا انا يا اختي امال قلتلها ليه الكلمة دي؟ مدايقها زي ما هي بتدايقك بس انا ما بتدايقش يا ساميحة لما حد بيجيبلي سرط العيال ولا انا ساميحة ربنا يخليك ليه يا حبش يخليك ليه يا حبش يا قاعدة حبش تستمين يا جابني هه جابولكم الفاكهة والمشاريب؟ هم؟ اه الحمد لله جابولنا كل حاجة تسكر يا بدرية بنتي باقلك يا بدرية انا مش مرة سألتك على خالد ابني اه 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 غريب فاتحي متوقته الكلام ده؟ لا اله الا الله ليه يا ابا مش وقته وفي حدي غريب وقته فيه يا جماعة ما تقوله في حاجة؟ خير ان شاء الله انت مش قلتيل اللي انا عرضت على خالد ابني انه ينزل معايا الشغر والوقات مهرداش انا اه انتي واقناعتيني إلا أنا لو قلت له الكلام ده تاني الوضع هيفهم إلا أنا بطعطى ومدمن وإلا أنا بقول كلامه وبنساه وبرجع أقوله تاني سلامة عقلك يا فتحي ده أنت الظاهر صحيح كنت محتاج العلاج يعني يا بدرية يعني اللي بتقوله ده ما حصلش من أصلي وإنك ما كنتش بتشوف بعينك وبتسمع بودانك كنت بتشوف بعقلك وعقلك تلحس وما كانش فيه عدو غيري بدرية طب والله يا العظيم الكلام ده حصل يا أبا حصل يا أحب طب وإحنا نقض نليب في ليه حوالين الموضوع هو مش خالد كان طرف في الحكاية؟ يعني الكلام ده ما حصلش يا بدرية؟ لا ما حصلش يا فتحي وبعدين تعالى نحسبها بالعقل كده ده لو كان رجع يعني بعد مشوار العلاج ده هو خالد ابنك مش ابن أنا كمان ولا إيه وهو أنا في ديك الساعة يا فتحي لما ابني يبقى راجل مال وهدومه وبيشتغل وكسيبه أعمل لكم شي أحسن ببس لا والله بقولوش نزوم العمل جالك في الوق ما قادر يا كريم ايه ده يا فتحي إحنا اتفقنا على إيه يا فتحي؟ والله يا العظيم يا أبا هي أيلالي الكلام ده؟ يقولنا ما تعصبش نفسك كمان امسك كل التفاعة دي روا دم ماليش نفس؟ حاولها الأخوات اللي بالله أقول لك ما أحمد مش يا كلام تتكلم صح؟ ما تاخدش الحاجة منها الوش يا لا طبعا سيبك من اللي قالته ده المهم ما قالته إزاي؟ إزاي؟ والصوت عالي عايزة تسمعنا يا أبا فيه رسالة معينة عايزة توصلهم مسيلي؟ مسيلي؟ مسيليتي إيه؟ يا حاجة فتح لي خرف يا خالد يا عادي يا خالد أمك أحمد بندة عليك يا خالد تبقى كي بنت عملت حاجة غلط أنا مبعملش حاجة غلط كل اللي بعمله صح صح يا قضي مفيش حد من أهل الريان بيعمل حاجة غلط حتى لو غلط صح برضو نعم يا عمد نعم الله عليك يا حبيبي قعد لو سمحت قعد الخالد من هنا ورايح ما تفريقش عمك أحمد طب عامل زي ضل وانت فاهم؟ حاضر يا أبا يعني من بكرة تنزل معاه الشغل وما سمعش كلمة لقي دي أبدا وانا عمري قلتلك لقي على حاجة على حاجة قبل كده أيوة مرة قلتلي لقي لما قلتلك انزل معاهنا الشغل ما حصلت يا حاجة يعني إيه؟ يعني زي ابنك ما بيقولك يا أخوي لا إلا الله يا أستاذ خالد هل أبوك ما قالكش قبل كده تعالى انزل معايا الشغل وانت رفضت؟ استغفر الله العظيم يا رب ما بيقولك وما حصلش وفيه يا جماعة أنا مش فاهم حاجة فيه إن أبوك عايزك تنزل معاه الشغل يا خلودة يا ريد ده أنا أتمنى ده أنا اللي كنت عايزة أطلب كده منه من زمان خلاص يا خالد من بكرة تنزل الشغل مع عمك أحي وتعلم منه كل حاجة وديني يومين بس أرتاح من الصفر وإن شاء الله هنزل معاكم بقى أمر الله وبقى أنا إن شاء الله قدر أوفق بين الشغل والدراسة يا سلام يا سلام يا سلام عفارم عليك يا واد يا خالد قوم بقى التكل على الله شوفكم تبتعمل ايه؟ ياشي ياشي باد بيقولك من بس أنا متأكد يا بدرية اللي أنت قلتلي الكلام ده حصلت لنا البركة يا معالي الوزير تفضل الله أبراك فيك والله العظيم يواحد ما عارف من غيرك كان هيعمل ايه؟ بس كي لي بتقولش كده المهم الفترة دي أهم من فترة العلاق خب بالك من نفسك طبعا طبعا يا باشا تفضل أنت روح لي ماجد بيه وأنا هحصلك بسيد أي واحد مع الباشا على فوق تحتمرك ماجد بيه؟ ماشي يا حج حصلت لنا البركة يا باشا باي بارك في عمرك يا أهلا وسهلا يا حج فتح أي واحد والله إنت ما تعرف الرابل ده عمل معي إيه في أمريكا عمايل يا أحمد ما عملهاش أخ مع أخوه يا سيدي جزاه الله خيرا يا حج أنا كنت عايزك شوية خير يا حج ده أحمد إحنا أخوات مش كده طبعا وهي دي عايزة كلام وربنا يديه من معروف يا رب يا رب بس هو الحقيقة فيه شروط كتير قوي حاجي فتحي عشان المعروف ده يدوم خصوصا ما بين الشركة والإخوات عايز تقول لي يا حج عايزة أقول يا حجي إن الشروط دي للأسف مش متوفرة بيني وبينك عشان المعروف ده يدوم اللي فيه طبعا عمره ما بتغير بقى أنا ما صدقت إلا أنا فوقت ورجعت أركز تاني جاي إنت تشتتني واتدخني بفوزيرك لما لاش حلول ما إله إلا الله أبدا والله يا رتها فوزير يا حج هيبقى لها أحلول أنا مش عايزة أشتتك ده أنا مستنى اللحظة اللي تفوق فيها عشان أكلمك عشان تعرف تسمعني يا نهاري سود يبقى البورصة البورصة حصل فيها حاجة يا أحمد أبدا يا حجة سبحان الله البورصة زي الفل يا أخي إضرف أربعة وده اللي مخوفني اللهم صلى على النبي دي حاجة تخوز حاجة تفرح لا ما تخافش وجمد قلبك طب يا حجة بيقولوا إن الواحد بتعرف من بيته أولا ثم من أصحابه أنا وإنت بقى يا حج نتعرف من شغلنا مفيش أي هزار ممكن يحصل في الشغل يا حجة أو يتقالع عليه خصوصا فيما يتعلق بالدين الدين يا حج الحاجة اللي احنا متعلقين فيها وبقولك للمرة الألف أي تشكيك في دينا اعتبرنا انت هنا والعزب لا لا كله اللي كده إلا الدين يا أحمد الله أكبر الله أكبر أنا مبسوط قوي إنك اتحمقت عشان دينك ودينك بيقولك خد بالك من بيتك بيتي وما لو بيتي يا حجة الفترة الحاجة اللي انت غدت فيها كانت فترة طويلة قوي ناس كتير جم سألوا عليك واللي كانت بترد سؤالهم بدرية كانت بتسبق أي إجابة باسمك يعني كانت بتتحمى فيه وتوقف وراه وياريتها صيناء تاني يا أحمد تاني تاني قصدك إيه؟ قصد يا حجة إن صورة راجل مؤمن زيك ما ينفهش تنقلها عنه واحدة ستة أنا روحي بقت في منخيري هاتم لأخر يا أحمد حاضر يا حاجة حاضر 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 يا حاجة إيه دا أبوس إيدك قبل ما أنا أتكلم وقبل ما أنت تعمل أي حاجة أنا عايزك تعرف إن أنا خايف عن البنة فتاة خايف على أخوة قبل ما أكون خايف على شغل ولا مصلحة ولا فلوس سدقني الصور لو نزل منها صورة واحدة بس في أي جريدة قول علينا وعلى شغلنا وعلي بنا كله رحمان يا رحيم صور ريديا فتاة بمسيق موسيقى 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 4 Pastور نحن طريق منوضي منوضي أقوبي من قديم مرروا ببنزكك كبتن بديني من الواد أنا بدين بازي ياه تقديم أتقديم ياه تقديم قوي اتعيض الهدف تقديم يا فضلي تقديم ياه اهدف كان لقامك لا اقشوا اللعب غري قوي أقصت نتقديم قوي بازي تقديم قوي 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 انتصار صار يا رجل قوي اشتركوا في القناة 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 المهم ما ارتاح الودة لما بشكف من هنا النهاردة يا أحمد هاتكب جناية وبقولك على هذا همضحكوا في مصر كلها خلاص يا حاجة خلاص والله العظيم هنعمل اللي انت عايزه بس يعني مش بالزبط أوي يعني ايه مش بالزبط أوي عايز أفهم يعني يعني هنمشي بس هنمشي من الشركة كلها هنمشي من هنا هنمشي ازاي يعني هنقوله ايه يا سيدي هنوديك كيلو 26 هنقوله احنا محتاجين وهناك اكتر من هنا هنجيب خالد ابن اخوك يقعد معنا وعايز له فسطين ايه ماشي ماشي يعملوا اللي انت عايزينه المهم ما شوفش غنياته تعني في الشركة حاضر يا حاج ماشي طيب ايه ده بقى الله يبركلك عشان فيه ناس مهمة جاية وده معاد مهم المستقبلنا كله معاد ايه يا احمد دلوقت شايف لي فاضي المواعيد ولا فاعل المواعيد لا ده معاد مهمة اوي ده محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة ورئيس هيئة النقل العام منابلة يا برئيس الكومورية ماشي عابل حد ما ينفعش يا حاج الهلاء لله الناس عارف انك موجود وبعدين انت رئيس مجلس الادارة ما ينفعش تعتذر ايه يا حاج الكلام ده احنا ما صدقنا يا اخي فيه يا ادنى فيه ايه ده دول دكتور الكاتب هولي واخده عشان اهدى لنستعاد اللزوم ايه بقى اللزوم دلوقت ان شاء الله ايه ده ادنى وشبتولي فيه معاد مهم مهم جدا طيب خلاص اعطولي الورق والملف ايه ملف قدامك على المكتب اهولي طيب خلاص تبهولي روح خلاص الموضوع الوده حاضر يا حاج انا اخلاص فعل خلاص انا اعملوا ده انا دينوا عدتواه حاضر يا حاج لا اله الا الله اه يا ابن الكلب افضل يا حاج عبتواب تعالى ما تكسفش يا راجل تعالى اتفضل يا اهلا وسهلا يتكسف مني ايه منك انت احاج تكسف مني انا ليه اصله الحاج عبتواب كان عنده مشكلة تعباه جدا كان عاوز يكلم الحاج فتح فيها فمحرج طوله يا راجل تعالى سحبته من ايده ودخلته عليك دوري خير ما فعلت خير يا استاذ عبتواب اه اتمنى اني نكون خير ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله خير وبعدين هو انت يا حبيبي عايز حبشي عشان تقولي الكلام ان انت تقولي انت تقول في اي وقت انت انت عايزه اتفضل احمد ابني يا حاج عنده مشكلة في عينيه ممكن بايد عنك ما يشوفش تاني بعد الشر يا راجل ما تقولش كده لا لازم يقول كده يا حاج علشان لو ما سافرش برا وعمل العملية لابنه ابنه ممكن ما يشوفش تاني خلاص يسافر يعمل العملية لابنه ايه المشكلة؟ ما هنا المشكلة يا حاج العملية دي لازم تتعامل برا في الخارج وعندك اتعاب طبيب وفتح قوضة عمليات وسفريات كل ده محتاج حوالي خمس تلاف جنيه استرلينيه وهو معوشا لألفين جنيه مصري على بركة الله ان شاء الله انا هتكفل بالتكاليف العملية كلها والألفين المصري دول خديهم معاك يا عبدالدو ربنا كيبك يا حاج ربنا كيبك يا حاج ربنا كيبك يا حاج ربنا نفرج عليك كمان وكمان ايوه ايوه سيد راحين ازاي؟ وانت ليه ما تقوليش حاجة زي كده يا رايز؟ ماينفع؟ لحظة واحدة فضل انت احتوالي فضل يا حبيبي وكله معضي بأمر الله برك الله فيك يا حاج برك الله فيك ماينفعش لنت بتقوله ده يا استاذ لا انا لازم اعرف على طب ما انت مصرفتش ومعملتش حاجة لا اله الا الله يا سيدي تعلمة انت مصرفتش انا كده اللي هروح في داهية معلش انا قاسف هافل الترفونه يهدس زاي بس يا فاتحي ده ممكن كده يروح في الحديد فيها وتبقى مضيحة بكى راجل تهز الشركة كلها قوله يابا قوله اللي عمالي ده فعلي عن وحيد تالب كأنه هو اللي اخوه مش انا انتوا عايزين الحق يعني ولا ابن عمى وحيد مش غلطان هو احمد اللي خطف الراجل وكهربه وما تضع على شكاته هو اللي عمل كده ولا انت يا سيدي انا وراح عمل فيها محضر خلاص مع انه كنت انا ومحمد بس نسيبك من دي ليه معلش ان الراجل راح عمل فيها محضر يا ابن ادم ما كانش عايز يزعاجك كان فاكر ان هيعرف حلل المشكلة الواحد ومعارفش برضو كان لازم يقولي يا جماعة باللقتي المشكلة في خطف الراجل وتعذيبه ولا طاعلوا بالتزوير في الشكات اللي مضيحة اللي اتنين يا حبش الخطف والتزوير بس لو واحدة اتحلت التانية تتحل على طول وراها الاستاذ وحيد المحامي ده ما قالش تتحل ازاي لا ما قالش لا قال لو انت اثبات تده وكنت في مكان تاني ساعتها يبقى الموضوع اتحل يعني مش معقول تخطفه وانت موجود في مكان تاني غير اللي هو قال عليه ويطلح هو الكذاب وبنى ستين كلب ساعتها عشان من بيتهرب بالشكات اللي هو مضيحة حني تفتكر يا حاج انه ممكن يقول انه كان فيني يعني ولو قال يعني يعنى يعرف يزبتها ازاي يقول انه كان في السيمة وانجيبله التذكرة ساعتها بالوقت والتاريخ لاش يظهر يا حبش الله يبريكلك مش وقته والله يا دكتور احمد بتكلم جد اللي اصلت تكلم جد ولا اتهذر يا حبش يوووه تلموا بقى انتوا جوز احنا في ايه ولا في ايه ركزوا معايا كلكم واسمعوني كويس احنا نستشير محامي تاني غير اللي اسمه وحيد تعالى أبداً يكون محامي عقر واد ابن حين تيفهم في الكفت وهو اللي يدلنا إيه اللي ممكن نعمله بالزبط إحنا لسه هنستنى يا حجة لما نستشير على بقى ما نستنى يكون القضيات حكم فيها خلاص خلاص إحنا نكلم فاهم بيه يكلم لنا حبيب ويوصيه ينيمونا الموضوع شوية مش هينفع يا حج إنت أعرف المحلوس ابنك خطف مين شريك حافظ سعيد الوزير حافظ سعيد يعني عظمة جامدة يعني الموضوع مش يخلص بالسهل كده يعني إيه خلاص قفلت زي الضمرة استغفر الله العظيم يا رب لا فتحت الحمد لله الحمد لله خلاص يا أولاد أنا لقيتها إيه لقيت أي حج لقيت الحل يا محمد إحنا نجوزك يا أحمد أيوة نجوزك نشوف بيت كده جدعة نقدر نلين دماغها بقرشين حلوين ونكتب عليها المقزون من عندنا والدفاتر من عندنا نكتب فيها التاريخ اللي إحنا عايزينه العقلي كده معقولة 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 يوم كتب كتابك وليلة دخلتك حتخطف وتعذب الله ينهر عليك حج فكرة مائة مية عشان تعرفوا بس ان انتوا كلكوا كلكوا وأولكم حمشي ما تسووش أي حاجة من غيري لا بجد الله ينهر عليك حج وشوف لنا بقى المحامل العقر ده عشان يفابرق الموضوع يا ابنف المحامل معنا ده عقر العقر كمان يا ابن انت ايه؟ طبع عايزناك يا ابن بيها واحدة ما فينا فاتحة هاجي على طولة جبت؟ مفضل حج أجب لك مية؟ روح انت مفضلRun نكذي باتحة خلاص طرف الحاج كن مستخدمنا بενه بيس يا ربي استهو الله خلاص خلاص كن مستخدمنا جوا الكنز الكنز الملعون اللي لعنته نجلت على اتناجك والمجول هادك اتوفيك أخبر الله عصيب أراك سمحني يا ربا شد حيلك يا فتحي حول الله أخوتي لك فتحي فتحي يا فتحي يا حول الله عصيب أخوتي لك لا يا حبي فيه إيه بات وحش فيه انتكاسة وده معناه أن حوته بيت أوحش مما كان عليه يعني خطر قوي ولي لا معنى خطر والعمل والعمل يا ولد توفيه هنعمل إيه في إيه بس يا بابا في فتحي يا حبي إحنا مش في فتحي بس يا محمد إحنا في الفلوس وفي الشركات اللي تحت ضرطو وتحت رجليه اتفكر في يه يا حبي ده وقتو اتفكر في اللي جاي طب وفتحي مانتقول شي كده مانتقول شي كده فتحي مراحي مانتقول شي فتحي ديسا همهول وهيرجع تاني أحسن من الأول لازم ينجح تعليه حسابنا الأول لازم احنا نتصرف ونخليه يقف على رجليه لازم طمع يابا طمع احنا نشو الله هنتصرف متقلقش ما اسمعك شدول كلمة أنا واحد يا أهل أخوك داني وكتاب الله لو سمعت هاني منك داني نقطعك اللي عمري كله أنا بقول لكم حاضر يا ابا الاساس قربت تخلص احمد اه ما تخلص يا ستة وبزاجة من المية هي المقطوعة صب لي واجبلك بدلها حاضر حاضر أنا عمري ما شفتك كده وديك شفتين هي بقى واجب علي هسألك ونو عايز تقول لي فيه ايه هتقول لي لو سؤالي إذا كان حيزعالك خلاص اعتبرني ما سألتكش بدري يا ستة مالها بدري عملت ايه ديني وقفلنا زي اللقمة في الزهور في الشغل في السيرة في كل حاجة هي لسه ما ترجعتش ايه هم مش اتطلقوا ايوا اتطلقوا بس هي عارفة ان فتح بيحبها عارفة انه ضعيفه الدمه وممكن يركع تحت رجلية انا مش عارفة عملنا ايه اسحر لها ما تسحرش الست غير الست اللي زيها يعني ايه غالية ياه غالية اذا كانت الكلمة دي اللي هتفكرك بالغالية يبقى هولالة كتير يا ساميح انا مش ناقص ارجوكي وليلي يعني ايه يعني اذا كانت بدريا دقة مصمور في قلب فتحي نشيله ونحط غيره يعني نجوز فتحي بالزبط كده ايوة بس المواصفات مراتي بتبقى عاملة ازاي لازم تكون احلى واجمل من بدريا واهم حياة تكون اصغر منها شمال عشان حتى لو ما عجبتش فتحي سنها هيجنن بدريا يا لا ايه يا دعا يا بيت بيت اشمال للمراتي بقى اللي قلتلي يا بيت علش سامحين يا ساميحة يا ساتر انا كل ما اكبر انت تصغر كل ما انا اكبر اشوفك بيت تصغر بيت لحد منيتك بيت يا سلام طب قللي بقى البيت اللي هتجوزها الفتحي هتجبها منين فهمت اليش البيت دي عندي سارة الحسيني ايه رأيك والله العظيم انت خريف اوي يا حمد والله يا اخويا كلنا اغرب من بعض واحتمال ابو حميد عشان كده نكحين لا ننجح في الشغل دي حاجة لكن بقى موضوع العلاقات الاجتماعية والتربطات الدبلوماتسية اللي انت بتعملها دي حاجة تانية خلص ما يفروش عن بعد ابو حميد ما يفروش كتير شايف السبحة دي؟ مال الخيط اللي فيها هو العلاقات والتربطات اللي انت بتتكلم عليها وكل حبايا من الحبايا دي مشروع من مشارعنا لو اتقطع الخيط تتفرت السبحة السلام عليك بس بني وبينك البيت جديدة اوي هتحب عليك يا قد دي هتبقى مرات اخوك اه لا معاك حق فعل طب ايه انت كلمتها ولا ايه لسه لسه ولما هو لسه ايه اللي مخليك متطمن اوي كده انها هتوافق تاريخة تاريخة اقول ليه اوه تاريخة مكتوب انها هتوافق تتجاوز فتحي لا مش بالزبط كده يعني ما ليه يعني ابوها او باباها زي ما هي بتقول يعني بيشتغل محامي تعوضات وضرائب بدأوا حياتهم في مساكن زينهم فجأة كده وبدون اي انظار اتنقلوا الحي الزمالك هي بقت خريجة جامعة امريكية بيزنس اخوها راكب عربية احد دس موديل كل اللي انت قلتو ده مالوش علاقة بفتحي برافو عليك بس لوها علاقة بعيل عندها طموح وممكن عشان طموحها وتطلعاتها تعمل اي حاجة بما ان في مقابل تقوم توافق تتجاوز فتحي يا حبي بيزنس اس بيزنس طب ما تتجاوز هانت ما انت كمان محتاج تتجاوز عشان ما تتسجنش يعني جاوزت بيزنس برضو والله عندك حق بس اخوك فتحي اولا ومعدي ما تلاشي علي انا لما حب الجاوز هاعطي نفسي سارا افندم يا ضبط سامع الجدية والطعام اهلا في العمل تعليلي لو سامع اوكي يا حبي وبعده ما تنساش حاجة هي شغال عندنا بشرطنا احنا ما كانتش محجبة قلنا لو هتحجب اي اتحجبت عشان كده خدت فلوس كتير قوي تاني يوم يا معلم جات مفيش على وشها نقطة مكياش كل شيء بمقابل تكل على الله عشان هي اجاية دلوقتي ايه ده يا تكل الله تكل الله ازاي يعني ما تخليني قاعدة يمكن اتعلم منك حاجة يا جدع انت انت ليك النتيجة مالكش دعو بالتفاصيل سامع الرقة في الخطة ماشي يا رئيس خب بلك انت بس دي هتبقى مرات اخوك ها تفضل اهلا 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 مزيك يا حبيب الحمد يا اهلا اهلا تفضلي مرسي طب مانيني ايه الاخبار ما عرفش احنا بنساعد بس هنا على الخبر ونتاج عند حضرتك شفاة يعني ايه يعني الاخبار عندك يا حاج لاني لو انا عرف الديتيلز واضمن النتاج كمان غالبا كنت هشتغل لحسابي ومش هشتغل عند حضرتك كلام جميل هو ايه بالصبط اللي جميل اللي جميل هو اردودك واختصرة وجهزة مرسي خلاص كان برسي وخلاص مهو لو كان فيه كلام تاني مفيد ممكن اقوله واكيد كنت هقوله انت مهوبة بجد مهوبة يا سارة عشان كده يا فندم انا كنت رفضة فكرة الحجاب دي ويه اللي خليك وفاتي عشان حضرتك اقنعتني وكمان عشان اثبت موهبتي واشتغل طالما الحجاب وجوده هيشغلني وعدم وجوده ممكن يقف طريق نجاحي يعني انت لبست الحجاب وانت مش اقتنعته طبعا بس اقتنعت بفكرة الشغل المشروط وكمان طالما انتو شغلكم مرتبط بالوجه معلش تسمحيني يعني يعني ايه مرتبط بالوجه يعني مش معقول كلكم هتبقوا مربين دقونكم وانا هشتغل من غير حجاب مش لوجك يعني صح انت عظيمة يا سارة انت عظيمة ورائعة العظم والروعة نتيجة في الشغل واكيد بيبقى ليها مقابل انت عارف يا سارة انا مشكلتي ايه طول حياتي ملقتش اللي عاملني في البازنس راس براس تحد ما شفتك حسيت ان ادماغك لا طيلاني وده بقى معناك ايه معناك يا سيدي اني نويت اشيلك مشروع لوحدي ايه رائعة حضرتك شايف الامكانياتي تنفع ان انا شيء المشروع لوحدي طبعا طبعا امكانياتك تسمح طب ممكن اعرف ايه هو المشروع جواز قبل ما تتصعد خدي وقتك على اخر وفكر انا ما تسرعتش حضرتك اللي تسرعت وقلت واعلقت انا فعلا كنت احفكر بس حضرتك قلت مشروع و بعدين قلت جواز مممممم؟ مهم انا هو اسمه كده مشروع جواز طيب ممكن اعرف بقيت عناصر المشروع عشان اتفكر وبشكل موضوعي شوائي بزنس ات بزنس اوكي حاجة فداي قوم يا حاجة اي اي انا الدكتور طمني يا حبيبي ابي الحمد والله رب العالمين بس هو وصاني وصيها مهمة اوي 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 بصاكي تجاهز الطرب ما تقولش كده يا حاج قالي الحاج فتحي لازم ينسى كل اللي فات كل ازاي مش فاهم لا انت فاهم يا حاج فتحي انت فاهمني كويس اوي اهم من اللي فات يا حاج اللي جاي فلوسنا الشيلة كبرت اوي يا حاج فتحي تقلت علي انا واخوك محمد والحاج عايزينك معنا احنا دلوقتي محتاجينك اكتر من اي وقت فات عزامي دي انا مرمي هنا عزامي دي هتخرج يا حاج هتخرج واحتعيش عيشة تانية خالص ازاي انا عارف انت كنت بتحبها ايسى ما حبها احبه ما حبها بالدلك ايسى احبها بالدلك ايسى هي عارفة اللب bikaria ما شکرا بسنا مش هناوليها بأيسى هدوس عليها بالجزبة هدوس عليها بالجزبة هدوس عليها بالtera ايه ده حبيبي ايه ده حبيبي ايه ده بسيدي ايه ده بسيدي ايه ده خالص ايه ده خالص ايه ده خالص تمام ايه ده حبيبي تمام انا لو منك انسها خالص الله يدعن ابو الحب اللي اعمل في منادم كده يا ريت يا حبيبي انا ريت ده لت ببنا طب يا حبيبي خلاص وربنا حققلك الامنية والله ازاي تتجوز يا حك حلوه انك هي حلوة بس يا حج يا حجوة قوي وجميلة قوي ومشي جاوة بنت انت جاهز هرج يا رايح وانا عيان يا أحمد دا كلام تقوله معاش اللي هرج عليك لا يا رايح دا انا جايب لك بنت بنت ابنوت ومثقفة قال وخريجي بجامعة امريكية وستايل ايه اللغات طوي وي وي حاجة تشاره في حج وبعدين يا سيدي انا ممكن اقجر هرج اشتري هلك بفلوسك يا حج اللغة تجي تعمل حاجة محددة والله عملتها ونجحت فيها وانت ها عجبتك تكملي عجبك ما عجبتكش خلاص تمشي وكان الله بالسر علي هو في كده يا أحمد ايوة في حاجة وهي موفقة هي مستنيا موفقتك يا حجيدي برحة شوية احنا بصلت أفراحة احنا بصلت أفراحة احنا بصلت أفراحة احنا بصلت أفراحة برحة شوية بصلت أفراحة سلامة بزيلاك من جمازة كمان بروح بارصد أفراحة بصراحة 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 برحة شوية برحة شوية لازم يخرج من المستشفى وفي ايده عروسة بين تبنوت زي الأمر ونعمله زب تجبيرة قوي قوي عشان اللي بالي بالك ده أنا زغرت وطالع الساعة عجبك كده؟ اه يا ابنك كده يا ريان يا ريان يا حج خير شكلت كده عايزة حاجة عايزة اشتغل اشتغل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ وايه اللي فيها؟ هو عيب يعني لما امرتك تشتغل وبعدين يعني هي هتشتغل ايه وفين؟ ما هتشتغل في المكان اللي انت اخترتها منه شركتك يعني يا حج اسمعي بقى يا بنت الحلال ده آخر مرة اسمعك بتتكلمي في الموضوع ده ليه بس يا حج؟ ده انت اكتر واحد عارف ومتأكد اني بفهم في شغلك اكتر منك انت تفهمي في شغل انا اكتر مني؟ طب بطلي راغي سكوتي خالص طب عشان خطري كلام خالص خلاص طب يعني ما تقولي ويمكن اقتنع انت عارفها انا طلقت مرات الاولانية ليه؟ ليه؟ عشان الشغل؟ اه عشان ازفت الشغل بس انت اتجوزت مراتك الاولانية من بيتها وتجوزتني انا من شغلي وبعدين انتو ما شغلتونيش يعني عشان سواد عيوني بالعكس انتو عارفين ومتأكدين ان انا قد الشغل وزيادة كمان وانا بصراحة يا حج مش هشتغل عشان طمعانا في القرشين اللي هاخدهم كل شهر مكفى اللي انت بتديهولي يبقى الان من ايه بس يا حج؟ انا مش اقل الان ولا بخاف من حاجة بس بيتك جوزك اول ابيك بيتي ده لما يبقى عندي عياله واخديني من شغلي ومنك لكن انا معنديش حد غيرك ومش عيب ولا حرام ان انا اقف جنبك بدرقية صارة يا حج ما هو ضوعة اقف جنبك تمام اسمعوش تاني انت فاهمها؟ ماهونا كمان مش هقعد في البيت الطويلة العريض ده كله لوحدي وخصوصا اني عارفة اني نفس مراتك لسه في كل حتة في البل وبعدين انت شوية حتى اللي بتيجي توعودهم معايا في البيت بتفضل قاعد سرحان وتايح عن الدنيا حتى مني خلاص بطالك ايه شو فيلك ايه الزفت مشروع اعمليه يكون بعيد عن شغلي وعني وده ايه ده بقى ان شاء الله شغلي دماغك اللي شغلك بقى عشان ساعدي دي ما بتونش المهم لا تخسريني ولا خسرك والاهم ان رايح دماغي طب ايه رايك في نرسري؟ بقولك رايح دماغي ما تطلعيش الانجليزي بتاعك ده على جتتي حضانة يعني يا حالك حضانة شكرا بس يعني ايه؟ مش عارف يعني ايه حضانة انا اللي اعرفه كام زي كام بيسوي ايه؟ بص يا حاج احنا تعدادنا في مصر دلوقتي بيتزايد بشكل اوفر جدا والتعداد لما بيتزايد يعني روجوه فلوس يعني جوازات كتير يعني خلفة كتير يعني بيبيهات قصدت يعني حضانات كتير انا مش قصدي حضانات انا بتكلم على حضانة واحدة بس وانا بتكلم على مشروع حضانات الريان تكلفة عليا والإدارة ليكي والاسم لي قلت ايه؟ انا موافقة جدا خلاص ضن ضن اتكو دين الناس كلها بقيت عايزة تغتني بالسهل محدش عايزة اتعلم عشان كده مصر كلها بتتكلم في الوقت ده مكالمة واحدة بس تجيبلك الف جنيه وانت قاعد كده يبا لاش فشخرة كدابة قوم يا تلي جلابية انا مش هسترنتي لي فهور هعايزة اروح الشركة انا كمان لازم اقوم عشان عندي ميتينج عندك ايه؟ ايه بنت او مش نايس لابخة تكلميني يا عربي عندي معاد يعني يا حالك عندي معاد فقطال وتعملي مواعيد متأخرة ليه؟ وبعدين وتعملي مواعيدك هنا ليه الفنادق اجيب تلاتين مدرس ومدرسة هنا؟ ازاي بس؟ خلاص خلاص بطالي لك نعمل انت عايزة بس تأخير مفيش ايه؟ بتغير علي؟ لا الجلبية بقدر بسرعة يا أستاذ تعلب اللي بني وبن فتحي مش طلقوا لوازموا بس ده فيه شراكة وفيه حاجات كتير قوي لازم تتفض وهي الحاجات دي متتفضش بعيد عن المحاكم هرد عليك الرد اللي بتي فتحي نفسه معلمهوني ما تدخلش زيت في عباد وكل حاجة اتعملت عشان حاجة وظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فضل خلافات ده في حالة ان كل الأبواب اللي بينك وغين الخصم مقفولة بتضبه والمفتاح وحياته ما تنسيش يا هانم ان المحاكم حبالها طويلة وانا حبالي أطول وانا لسه اتغيره وفي عيز شبابي الدور والباقي على اللي يعاني معندوش حاجة واحدة بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا ودماغه من كتر البرشام اتلاحزت ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي بس انا مش شايف غير حل واحد بس على فكر الحل ده مش لمصلحة فتحي وبس لا لمصلحة كنتي كمان والله لو حتقول حاجة فيها مصلحة لي اقولها المواجهة انا وفتحي ما يلزمنيش وما يلزمكيش ليه انا عارف ان انتي ستة شاطرة وبتعملي حساب لكل خطوة تخطيها انا لما قررت افكر بدماغك انتي ما لقيتش غير الحل ده المواجهة انا افكر كده ما تفكريش كده ليه وانا مش محمل خصب لكن بفكر في مكاسبك انتي مش فهمه تقداري تقوليلي ايه المكاسب اللي هتقعد عليه من الحل الودي ما يتفضحش في المحاكمة وحساباته تتكشف والجرايض تكمل عليه كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي فتحي مش فارع معظر حاجة واحدة بش انتي يا بدلية هانو مصدقيني هو ده اللي انا حسينه اللي احسف مش هيغير اي حاجة وبرضو هعمل اللي في دماغي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قولي لك ايه يا استاذ وحيد ايه دي يا بدلية هانو مخلينا يتفاهم طب رؤدي السلام بتاع ربي ايوه حطي الدماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفة واتفقته انتو اللي اتلتين عليا انا ماشا سانية يا بدلية انا عايزك هلو؟ ايوه؟ مين؟ الحج احمد الريان؟ ايوه يا فاندي موجود ثانية واحدة ايوه حج احنا ازاي حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجة انا بعملت شغلي حاجة والله انا ما بروحش المكتب حد لو حضرتك عايزة تشرفني في المكتب اهلا بيك من حقك تكتب ردي حاجة احنا ومن حقك كمان تبعت رئيس التحرير انت عارفة ان انا لا بيهمني لبليس ولا محاكمة ياه؟ ده انت جامد قوي بقى على كده تقوله عمر يا بدرية الا معاك يعاني معلش انا بقى ست غلبانة ومسكينة ومكسرت الجناح ومش هقدر عليك لوحدي فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وضعي شو هضيحة مش هتطني لوحدي هتطل عيالك كمان ما هم عيالك زي ما هم عيالي يعني بدلا ما يورسون انا وانتي ويورسوا يصيرها حلوة يورسوا فضايا ويصيرها زي الزفت والنبي اخوي يروح يضحك بالكلام ده على واحدة غيري يعني هو ده اللي بدايك واحدة تانية مش داك انك محفظتش عليها ولا صنطنيش لا صنط بلا حافظت انت الظاهر موخك اضياء وانتيت من هيا بدرية انا يا حبيبي مفيز تات في مصر تهز شعرة من شعر راسي وبما ان الكلام دخل في الخيابة يبقى قلته احسن استنى يا بدرية انا مخلصتش كلامي عادي وهو جرمك دا يعني طالب مع سوط علي بدرية يا نعم عاوز ايه؟ بو مريم انا مش عاوزة حاجة يا حبيبي مش انا اللي جبت المحامي وخلته يلف ويدور علي ومش انا اللي طالبه القعدة دي يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزة انا عايز نرجع لبقى قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايز دا اقول ايه؟ اللي انت عايزة يا بدرية بطلبي اي حاجة حتى رواعي ناية اللي انت بتقوله دا يا فاتحي بعيد عن دقنك بدرية انا بحبي طب ما انا عارفة انت ومت قبلها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجة انا من اللي انت عايزة بطلبي ايه حاجة يا بدرية ارا تقطع ابا؟ انا مش عاوزة امينك حاجة يا فاتحي غير حقي وحقي دا ملكش مكان فيه مش طيقاك مش عاوزاك بص انا عايز وانا مش عاوزاك يا اخ يالله اقول قلت بصدر حياني وبعدم في ايه؟ مش ممكن اكون على زمة واحد تاني؟ لا انا عارف جديد يا جا ومعش على زمة بحدي تاني يا اخي سبني بحيبات اتا ما بتسمعش ولا ما بتفهدش يا الله بحدي يا فاتحي بحدي يا فاتحي بحدي يا فاتحي خليكي بحالك مهطول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي مين انت ودخلتي هنا ازاي؟ بس ابت ما تقول لها يا فتح انا بقى مين مدري ايه مراتي انا ما هيالي عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي طلق البيت دي انت طلق بالثلاثة انت طلق بالثلاثة بتحبيني يا فتحي؟ بعشي يبقى ترمي البيت دي برا بالعلاق ترمي مين برا؟ انت جنيت الفتح مدري انت مخير ملابسة ايه؟ يا مدري انه ورت بلك يا فتحي انه ورت بلك يا فتحي يعني الفلوس راحت علينا؟ ما راحتش ازاي؟ ما انت بتقول ان ما فيش تصريح للأوتوبيسات يعني المشروع باز والفلوس راحت طيب انا عايز اعرف مين اللي عمل كده؟ وليه؟ ما لا اسأل مين لما مسألكش انت انت مش عارف ايه؟ طيب انا عايز الأوتوبيسات اللي احنا جبناها وحطناها عندكم في المخازن ما راحت السويدة؟ زي يا باشا ما ينفعش اه حققها تمام 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 لا خلاص يا باشا انا هبعت لحضرتك الفواتير والورقة بتاع اللي تبسات وانتوا تبعتونا الفلوس على راحة لما انا ايام اسمعت الكلام ده يا باشا تمام يا باشا ايه يا عم احمد فيه انتو كمان؟ فيه مصيبة يا محمد فيه مصيبة انا مش عارف ايه اللي بيحصليني او ايه اللي بيجردنا موضوع ان نقل باز ايه يا انهاري سويد ومش هيدونا لتوبسات هيدونا الفلوس وبالتقصيد المريح جمان طب او اتقول لفاتحي بقى الاحسن ده في المستشفى مستشفى ليه؟ ارتعب فجأة ونقلوه على هناك انا كنت جايلك اصلا عشان اخدى كوندرور مستشفى والله المصحة يا احمد المصحة اللي كان فيها قبل كده اللهم اني لا اسألك على التقضاء لكني اسألك على التقضاء لكني اسألك على التقضاء موسيقى خير يا ابن خير ان شاء الله ايزاك يا بدريا؟ الله يستلمك اه يا عامي ليدي الوقت بدولوا لحقنا ونعمي هيعمل ايه يعني؟ او كل شوية فاتح عينه ويبسلنا شوية وبعد كده يغمض لها تاني او انت متخلقين ولا ايه بدريا؟ احنا زي الفل يا دكتور هو بس بتلاقيه زودها شوية هو منساعد موضوع البورسة والقلع ده وهو مش على بعض خلص معلش ان شاء الله ربنا يسلم هو بس يفوق شوية كده ونصفره على برا على طول او النبي المصحة اللي رحه اول مرة دي كانت ممتازة بس المرة دي انا لازم اروح معاه وانا بردك لازم اروح معاه ان شاء الله هو بس ربنا يا امه بألف سلامة واللي عايز يروح معاي بيروح مالك؟ اه الان اروح الصغري اللي بنعمله في الضلمة ده علش ضرورات تبيح المحزورات واحنا في قهوم ضرورة في حياتنا بعدين احنا مش هنقذي احنا هنحميه طب الحق دي ضروري قوي يعني ضروري جدا دي حقنا مهدقة احنا لازم نعمل كل حاجة في هدوء نخرب ونطخل من غير مع اي حد يحس اه 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 ايا توحة اه اه احد ايو احد فتح اه اه في حاجة من شغلنا باع في خطر اه وفلوسنا باع في خطر الخطر ده زاد من اول ما الناس شاملت خبر اللي اللي خدت المصحة وده هيقصر على شغلنا يا اخويا وعلى الناس اللي احنا بنتعامل معاهم جوا مصر مبرة مصر يا فتح اه تغير المودعين يا فتح المودعين اللي احنا عدنا ترنجناك علشان نعمل حسابهم وانت ركبت دماغك ومشيت ورا طمعة بدرية فتح مش فاهم مش فاهم ايه يا فتح مش فاهم ان الناس دي حضت فلوسها عندنا على بضمان الزبيبة والدقن بتاعنا يا رجل ميت مرة قلت لك مركزنا المال يا اهتز من تصرفات اللي لما يعرفوا ان احنا مش مؤمنين مؤمنين مدمنين جاينا عشان نهمل نفسنا يا فتحي من الصحافة وعين الحكومة اللي بقى توسع علينا قوي قوي بكل الناس يا اخي اصلك انت اخترت سكة اللي يروح مارجعش سهلا انا ما احنا مشوارنا طويل قوي يا فتحي بصراحة كده مش عايزينك تاخدنا فريقلي فعايزين ايه؟ عايزين احنا اللي ناخدك معنا يا اخي شوين على الاقل نبعد عن هنا لمدة ساعتين بس بس مقدرش اصحارك من هنا مطاعبان يا فتحي لازل نخرج من هنا بقولك الصحافيين جموا خبر انك موجود في المصحة له هجوم هنا وببنولك صورة واللدين ونزلهم في اي جريدة ولي خبر كان علي دك وقول لنا يا الله انت فتامي ولا اي حاجة خليك زي ما انت انت فتامي لا فيش اي حاجة ايه بس اي خلاص 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 اني خلاص خلاص جدا اني خلاص خلاص حاجة هاتوا هاتاتوا من حاجة كده عكسي اقولي حاجة فتح شطر حاجة شطر بس يا حاجة فتح صلبيني على النبي عليه الصلاة والسلام حاجزك تمديني بس دوري يلا يا حاجة أبوس إيدك يا حاجة هنا كده يلا يا حاجة حضرنا تستينا حضرنا تستينا الحاجة صح يا حاجة يلا يا حاجة يلا هنا هنا الله يبارك يلا يا حاجة يلا يا حاجة يلا يا حاجة يلا يا حاجة الله يكرمك هنا معلش يا حاجة معلش معلش بس ند بدماغ ولا صمحت يا حاجة عمي الله يبارك يا حاجة يلا بسم الله على مهلك على مهلك أنا مش عايزة منك من أنك تشبت الحالة أنا جزء خطط ودي مهزدلة بس أنا هاعرف ربي واحد واحد من الشغالين في المصحة دي بس أنت بيتهم أخوات ومش اللي شغالين في المصحة دي مغلوم مع بعض تدقني أنا عارف أنا بقولك إيه بس يا حاجة بدري احنا ما نعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده فضلوا بس الحاجة موجودة هي الحاجة كنت فين يا فتح؟ أحمد ومحمس خدوني ما بني على باطل فهو باطل الكلام ده باطل قانونا ولا يجوز قرار الاندماج ما ينفعش بالقرار فرد حتى لو هو مضى على القرار ده باعتباره رئيس مجلس انقدار الجديد في حاجة موضوع زي ده محتاج أجتماع جمعية وعمومية وموفد جميع الأقضاء بالإجماع الموضوع مستبه لنا أنا عملت لهم محضر منيل في الاسم انهم خطفونه وبكرا هتلاقي الخبر ده نازل في كل الجرايم لا جاهد لا هيقولوا خطفوا تخوهم من المجنون هي بيتعالج الفدحة يا أخوية أهول من الخسارة والخراب اللي هتحل على دماغنا من ورا دمج الشركتين من العمل يا حد بيه؟ ما تشغلش بقى لك يا حبي هنبعد جوابات للجهات المسؤولة مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الاتصاد ننفي فيك كلام ده ونعلن عدم مسؤولية الشركة عن أي تعامل مشترك للكيانين مع بعض طب لازم نعمل كده بسرعة يا وحيد بيه الموضوع ده ما ينفعش يبط للصبح لازم نمشر في كل الجرايم خبر عكس الخبر للتنشر النهاردة ده طيب أنا هجهز الصيغة وأعرضها عليك وعالحج وبعد كده أنا أبعث لا أبعثها على طول من غير ما تعرضها علينا لا أنا عاوز الحج يمضي عليها الأول طب بس بسرعة يا أستاذ وحيد إيش هل وحياتك؟ أنا مش عايزة كل اللي بنعمله ده يجي حده يلهافه على الجاهز إن شاء الله ما تقديش عن إذنك عن إذنك يا حج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أمدي حاج فتح على الورقتي ورق إيه؟ أنا مش شايف دي الورق اللي بتقول إن أنا المسؤولة على المتابعة حلاجك وأنا اللي أقول مين يزورك ومين ما يزوركش أمدي هنا ماشي ماشي يلا حبيبي أمس خير والورقة دي كمان إيه بتاعتي ده تفويد بيع البل لنفسي أو للغير وانا مش ضمن يا أخوي أخواتك يعملوا فينا أي أكتر من اللي عملوا ده بس بيعطيش أنا أدريه يا أصد يا فتحي أنا بس خايفة تريمنا والعيال في الشارع وبعدين أنا أخلي الأستاذ وحيد يعملوا بإسم خالد مش بإسم انزي يا فتحي انزي يا حبيبي وانت بتتشطر على بدرية حاببتك يا أخوي أروح تشطر على أخوتك اللي بهدلونا انزي يا فتحي انزي طبنا تطمن بس إيه حلب للطمن يعلم يه يا إيه حضرت الضفت؟ حذيينك معنا حاجة الحامل ليه خير؟ ان شاء الله كل خير هناك هتعرف طيب طيب احنا نجيهك على فين بالزفر يا المدرية يبقى خلاص انا جاي مع الحاجة بحاجة ما النوع عد يركب البوكس اللي هو من فضلك ما طرش تلك ليه بس يا فندم اللي زميته في البوكس هو انا عملت بيه قصوة يا فندم لا حول ألا قوات إلا بالله الحاكم عليه بسنتين وكل المحامين اللي جيبناهم ما عرفوش يعملوا حاجة كل ده عشان ايه؟ عشان قضية التسعيرة الايه؟ بعد دورة صفرة برا التسعيرة اللي عملها الحكومة حسبي الله وانا اعملوها كيف فيك يا حكوم حسبي الله ماذا حصل ابنتك؟ اسبوع يا حاجة فتح ما حالي شو قولي؟ اقولك ايه؟ منعلك ايه؟ انت في الحالة الهباب دي حاجة فتح زي الفل ما تقولوش كده؟ هو خلاص عايزيني يقدوا علينا وانا خلاص عايزيني ميني ما خلاص احفر الاخوة تقلب الله ايه ده ابني؟ والله حصل فيك شوية مين هالله بدرية بنت عرفين؟ انا لغاية دلوقتي مش قادر اصدق ازاي قالها قلب تمضيك على وراء الطلاقة وانت مش دريان بحاجة يا عبا انا اصبع يا عبا العلاق ده الله ما تقلبش علي البواياك احنا فيه ولا فيه؟ ايه كمان اه عايزة مؤخر السداء ايه؟ ايه؟ مؤخر السداء كمان مؤخر وضيطلع كم ده؟ مليون جنيه ايه؟ ايه؟ انت كتبتلها في اخر مرة رجعتها فيها مليون جنيه؟ ايه؟ بسم الله على أمك انت وهو عارضه بعتاره في الملايين بعتاره بكرة تقعوا في عرض جنيه واحد وما تلاقوهوش اسم الله اسم الله الاستاذك يكتب للمزيعة مليون جنيه وانت تكتب البدرية المفترية مليون والجرايض تكتب وتفضحكو والدنيا تيج عليكو اكتر ما هي هيجا خلاص بها يا ابا بعلنا حصل حصل لايناه ان الله محدش بيتعلم بباداش ان شاء الله اللي يهمني دلوقتي اخوكو محمد محمد لازم يخرج من السلق لازم يخرجه باي طريقة ان شاء الله يا ابا احنا عملنا ناط ربنا يسهل يا ابا ايه؟ يا ابا ايه؟ 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 عادي يا ابا ايه؟ ايه؟ اين؟ موسيقى إنه لله وإنك لي تراجعون نه لله وإنكي لي فيه ياحمد قام لها أبو فتحني موسيقى 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 يا أحمد يا باب أخوك كبير ماد ومعرفتش حتى أخذ عذاب وماخدتش عذاب أخوك يا أحمد على عيني يا باب على عيني والله بس أنا خفت من المدعيين اللي يجوا يكسروا الصوال علينا ليه؟ ليه؟ ليه كده يا ربي؟ أنت عبرت إيه في دنياتي؟ يا بوسي إيدك كفاية عشان خاطرك فاية عشان صحتك يا بوي إحنا مش نعصين حدي تاني يوقع بقى صحيتي أنا حعمل إيه؟ صحيتي لو أنا أغلى من اللي راحة دا كان عيني وعافيتي وأول بغتي في دنياتي فتحي 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 طبعاً طبعاً سعاد شكراً هو أنت عناني دي ومش كده ارتاح مش كده ربنا ريح خلط وعن في العني دي زي الفل والله العظم زي الفل عادي من عسد دومو تمام ومك عمل لي شميزاً ده أي عادة دلوقت عملاتي دايله دوسي حتها كويسة ده هتفضل باصيس للاكل كده ومتاكلش هاكل واحد يا سميك انا حاكل معاك انا وانتي باش الحج نايمة على سريرهم بتقومش منه هم وهاشم قاعدة جنبها وابوي الحج زي ما انت شايف نام وقال محدش صحيني واتحي اهو طلب لنفس الرحمة يا أخوي الله يرحمك يا أخوي الله يرحمك يا أخوي الله يرحمك الله يرحمك انت رايح فيني أخوي انا انا اعيز اكل فوسط الامر سميحة اعيز اغبط كده كده فتحي انا اعيز اغبط يمسنني على نزلتي انا اعيز اغبط يمسنني على نزلتي انا اعيز اغبط يمسنني من اسمع صوت بعض منشي مرحب بعض عندني يا ساعة قوي قوي مني يرنم يا سميحة ورشي في دمعتك يا خوني طب سيميني سيميني الواحد يا الله يكرمك كأنا مخلوق حاسبك إزاي بس حاسبك إزاي بنت مكروب وشاير لهم من الواحدك هوت مش مرادة بس يا عمس تانا لو هقدر أشيل الهم معك أشيله الهم خلاص لك يا سميحة طب أقول لك إيه يا أخوي صباح كنت عايزة تشوفك تعزيك إيه ولمنامت بعدين بعدين يا سميحة اللي تشوفه اللي تشوفه يا أخوي